بتحويل المعاش فقط وبدون نظاما احصل على قرض بقيمة مليون جنيه وسدده على عشر سنين من البنك الاهلي المصري اهلا بكم ادعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع العقارية وتحديدا يوم السبت الموافق 14 2021 خبر بعنوان بتحويل المعاش فقط احصل على قرض بقيمة مليون جنيه وقيمة سداد على عشر سنوات من البنك الاهلي تفاصيل الخبر يقدم البنك الاهل المصري العديد من انواع الكروض الشخصية لكي تساهم في تلبية احتياجات كافة عملائها عن طريق البرامج التمويلية المتنوعة سواء للموظفين او اصحاب المعاشات وغيرهم وذلك من خلال اجراءات بنكية ميسرة نتعرف سويا عن الشروط والاوراق المطلوبة والمصاريف الادارية التي يحتاجها اصحاب المعاشات والورسة اثناء تقديم طلب الحصول على القرض الشخصي بضمان تحويل المعاش الشروط والمزايا لاقتراض اصحاب المعاشات ما يزيدش مبلغ القرض عن مليون جنيه وبتوصل فترة السداد لعشر سنين ما يزيدش عمر المقترد عن 65 سنة في نهاية التمويل التأمين على الحياة والعجز الكل مجانا بدون ضامن بدون مصاريف استعلام انتمائي وحساب جاري مجانا اما عن الاوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصية لاصحاب المعاشات والورسة فهي كالتالي سورة بطاقة الرقم القومي تكون سريع تعهد من العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سوريان التمويل تضمن القرض على بعض الرسوم والمصاريف الادارية ومنها دفع 2% من مبلغ التمويل لمرة واحدة مقدما بحد ادنى 250 جنيه في حال سداد التمويل على 7 سنوات وعمولة السداد المعجل للتمويل 5% وغرام التأخير سداد الجسط 20 جنيه شهريا بجانب 2% من المبلغ المستحقة ولم يدفع الخبر الثاني اقل فايدة على قرض لاصحاب المعاشات والورسة في البنوك التفاصيل تعد الكروض الشخصية من اكتر انواع التمويلات التي تمنحها البنوك للعملاء ويوجد العديد من انواع الكروض التي تهدف الى سد احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم المستقبلية بينها قروض اصحاب المعاشات والورسة وتتنافس البنوك لجذب العملاء عبر تقديم الكروض باقل فايدة في السوق المصرفي ووفقا لرصد اجراء تبين ان البنك الاهلي المصري يمنح الكرد الشخصي لاصحاب المعاشات باقل فايدة في البنوك الكرد الشخصي لاصحاب المعاشات والورسة من البنك الاهلي المصري يقدم البنك الاهلي المصري الكرد الشخصي لاصحاب المعاشات بضمان تحويل المعاش أو الجسد بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه وفتر السداد بتوصل إلى عشر سنين وتأتي تفاصيل القرض كالتالي الفايدة 13.5% نوع الفايدة متنقصة مبلغ القرض بيوصل ل500 ألف جنيه مدة القرض بتوصل إلى عشر سنين تأمين على الحياة والعجز كل مجانا وبدون ضامن وبدون مصاريف استعلام انتمائي أما عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري فهي كالتالي يطلب البنك بعض الشروط والأوراق الأساسية للموافقة على القرض للتأكد من بينات العميل وقدرته على السداد وتأتي هذا الأوراق كالتالي سورة بطاقة رقم قومي تكون سريع وما يزيدش عمره المقترض عن 65 سنة في نهاية التمويل وتعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سوريان التمويل الخبر التالت في النشرة من موقع مصراوي وتحديدا يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 وبعنوان قروض أصحاب المعاشات ثلاث بنوك حكومية تقدمها وقيمتها تصل لمليون جنيه التفاصيل تخصص ثلاث بنوك حكومية قروض لأصحاب المعاشات الذين بلغوا سن 60 سنة أو المستفدين من المعاش من الأبناء أو الزوجة أو الزوجة أو الأخت وخلافه بشرط تحويل المعاش على البنك بهدف مساعدتهم على إنشاء مشروع خاص لهم أو شراء سلعة معينة بعد تقاعدهم عن العمل تتيح ثلاث بنوك وهم بنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان كروض لجميع أصحاب المعاشات والورسة بشرط أن لا يتجاوز عمر العميل عن 65 سنة عند سداد آخر قصة من القرض وكذلك تقديم إزبات من جهة التأمينات بإجمال المعاش الذي يتقضى والتعهد بتحويله على البنك حتى نهاية سداد آخر جسط من القرض وتحتاج البنوك بعض الأوراق البسيطة للموافقة على القرض تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سريع إيصال مرافق حديث لم يمضي على تاريخ استخراجه ثلاث شهور شهادة من التأمينات الاجتماعية بإجمال قيمة المعاش تقديم طلب فتح حساب جاري لإضافة القرض وسداد الأقصاد الشهرية من خلاله ويقدم مصراوي في هذا الفيديو تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من ثلاث بنوك التي تتباين شروطها من بنك إلى آخر أولاً بنك التعمير والإسكان قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه فترة السداد بتوصل لعشر سنين نسبة الفايدة حسب حالة صاحب المعاش السن ما يزيدش عن 65 سنة في سداد آخر جسط البنك الأهل المصري وده البنك رقم اتنين قيمة القرض خمس تلاف جنيه لخمسمائة ألف جنيه فترة السداد من سنة لعشر سنين نسبة الفايدة تلاتتاشر ونص في المية والأقل على المستوى قيمة المعاش ألف جنيه كحد أدنى السن ما يزيدش عن 65 سنة في سداد آخر جسط ورقم تلاتة بنك مصر قيمة القرض من بنك مصر من خمس تلاف جنيه لخمسمائة ألف جنيه فترة السداد من سنة لثمان سنين كحد أقصى نسبة الفايدة تلاتتاشر ونص في المية سنوية متنقصة قيمة المعاش خمسمائة جنيه كحد أدنى السن ما يزيدش عن 65 سنة عند سداد آخر جسط من القرض إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا لك على المشاهدة ونتمنى لك يوما سعيدا إلى اللقاء